يلا اللي عايز يشتري مني العلاج الجديد علاج جميل قوي بيبعد عنك اي طعب وانا متأكد واسمع مني اي نعم انا طفل صغير ولكن بحير اه انا لازم دلوها تحالا اروح عند ابني ايه ده هو مين اللي وقف هناك ده بيبيع الحاجات دي ايه يا ابن انت مش المفروض ان هم منعوا ان اي حد يبيع الحاجات دي اصل عند المترو لا يا راجل يا عجوز بقولك ايه حاج الحاجات دي لو اشتريتها مني ممكن ترجعك لشباب تاني ايه ده شباب تاني ده موضوع كبير قوي يا ابني انا مستحيل ارجع شباب الحمد لله على كل شيء خلاص تلاقي للشعرية البيض هنعمل ايه بقى لا 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 انت متعرفش اصلا قوة العلاج ده ثانية ثانية انا هدمجولك وهديلك دلوقتي الدواء دواء ايه بس يا حبيب انا مش عايز حاجة سداني انا مروح متأخر قوي اتفضل يا حاج هو ده العلاج اللي كنت بكلمك عليه خلي حاجة اتفضل مد ايه دك هات يا حبيبي هات شكرا جدا يا حبيبي طيب كم بقى لا ده بعد التجربة هتلاقييني واقف هنا ولو ما لايتنيش واقف هنا بقى في كل يومين عند محطة مترو كده معينة طيب يا طفل يا صغير انت هما نشوف هنرجع الشباب ولا ايه يا السلام انا حقي متحمس جدا ايه ده واضح كده ان روفا جيه انا متحمس يا طرى بابا جاب لي حاجة حلوة النهاردة اوه الواحد بجد الفترة دي بجد بجد تعبان قوي ولكن طب ما انا ممكن ااخد العلاج ده الايه بيرجعني الشباب الموضوع ده بجد ولا ايه ولكن انا خايف قوي بصراحة لان انا ما دفعتش فيه فلوس والوادي الصغير قال اجربه ما ان الحاجات اللي من غير فلوس بتبقى كويسة انا هروح كده عند الحمام انا هحطه هنا جنب الموز العلاج ده عشان محدش ياخد باله منه ولكن كده كده ابني فوق مش هينزل ايوه لازم بقى اخد لي دوش عشان افوق كده وشوف العلاج ده بيقول ايه انا هطلع اجيب الهدوم اخيرا انا جبت الهدوم يلا دلوقتي حالا انا محتاج الا انا هدخل الحمام واخد لي دوش سريع يا بابا يا بابا هو فين بابا انا لازم دلوقتي حالا نشوف ايه ده يا بابا هو بابا يعني فين مش عارف يا بابا انت ماجيتش يا طب ده كان مين يعني ايه ده هو اليه قدامي ده ايه اللي جنب الموز والتفاح بصراحة شكله حلو قوي اتوقع ده شكله علاج او لا لا بان عليه مش علاج تحستو شكله كده حاجات مسكارة كده ولي انه بورته اني جميل ايوه با اخيرا اخيرا يلا هطلع فوق واكل واحدة واحدة ايه انا ممكن اكل اربعة بسرعة بسرعة اوه الواحد كده فاق جدا يا السلام فين بقى العلاج يلا عشان دلوقتي ما فوق ده اخد العلاج ايه ده العلاج فين يانها ربيض هو العلاج فين يانها ربيض ممكن يكون حاطته في التلاجة من غير قصد طب ثانيا ثانيا افتح التلاجة مستحيل هو العلاج راح فين لا 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 اللي بيحصل ده حاجة جدا جدا غريبة بابا الحاني ايه ده ابني البرنامج النهارده اللي معانا من اي مايفون ولكن النسخة الماجيك مايك البرنامج ده افضل برنامج لتغيير الصوت وبيغيره لك 360 درجة تقدر تغير صوتك باستخدام اكتر من 100 مرشح صوت في الوقت الفعلي ومعك اكتر من 300 مؤسر صوتي ومحاكي للصوت مباشر في الالعاب اللي انت بتلعبها دلوقتي تقدر تخلي صوتك يتغير بسهولة جدا انا دلوقتي فتح الموقع اول ما تيجي تدخل على اللينك هتدوس على تحميل مجاني ما تلوش الحجم بتاعها يكون صغير قوي هو دلوقتي في مرحلة التسطيب دلوقتي اللي اندوس start now زي ما انت شايف فيه اصوات كتير قوي تقدر تتحول لها وتغير صوتك بطريقة سالسة جدا بمجارب مثلا ما نيجي ندوس على الصوت ده زي ما انت شايفين ده صوت ولد صغير ومكتوب عليه free فيه اصوات كتير قوي قدامي زي ما انت شايفين الناس اللي دايما بتحب تلعب الالعاب فيه شخصيات في الالعاب وغالبا قريبا يضيفه شخصيات جديدة يعني مثلا شخصيات ماريو وهنا بقى قسم الاصوات المرعبة حرفان الموضوحة جدا جدا مخيف بجد اللي بيميز البرنامج ده عن اي برنامج تاني تغيير صوت انه فيه اصوات كتير جدا وغير كده انه هو بيدعم العاب كتير زي روب لوكس وفيه العاب كتير تانية زي لما تيجي تدخل عالساوند برده هتتفاجئ ان هنا كمان فيه اصوات لي على كل مشهد فيلم انت ممكن تعمله حرفان الموضوع بجد خطيره جمل اوي انزل حمل البرنامج ده تحت في الوصف يا جماعة ايه اللي بيحصل ده علاجة شهر بطريقة جدا جدا غريبة العلاج ده من اول ما انت بتاخده بتبدأ تسرر وتحس ان انت بقيت تتحول لزومبي او حاجة شريرة ولكن الحاجة الشريرة دي المفروض ان هي تأزينة ولكن الحمد لله هي مش بتأزينة بس بجد بجد الموضوع جدا جدا خطير وما حدش يعرف لحد دلوقتي من وراء الموضوع ده يا جماعة لازم الحكومة تشوف اي حل بجد بجد الموضوع بقى خطير اوي بصراحة يا جدو انا شايف كده كفاءة اوعى الزرع الزرع يتيب من كتر ما انا بس ايه مالك يا ام بلال فيك ايه هو باباك ومامتك سايبينك هنا عشان تقول تسئيل الزرع بس ما هو في مهمات تانية المفروض تعملها في المزرعة بتاعتي مهمات؟ يا انا ربيا ايه يا جدو اللي انت بتقوله ده ما تيجي تساعدني ما تيجزنك ساعدني يعني انت جاي هنا ببلاش وكمان مش عايز تساعد جدك والله يا ايب عليك يا بلال ولسا جدو ما تزعلش مني هعمل اللي انت عايزه بالزبط اهو ايوة بعمل هنا اهو خويس والله يا الدنيا تماما وايا جدو مفيش اي حاجة انا مش عارف يا انا اعمل ايه تاني عايز اعمل حاجات تانية جديدة طيب تعالا تعالا ورايا اخليك تحفر هناك احفر يا نهر ابيض يا جدو على الحاجات اللي انت بتختراحها دي ايه دا بقى يا جدو هو انا عحفر هنا ولا اعمل ايه لا يا بلال انا عايزك تشيل الحاجات دي معايا وواحدة وواحدة كده ها ها ايه دا يا جدو بس يعني انت قلتلي انا مش شيل حاجة انا طفل صغير يعني وبصراحة ايدي يعني مش قوية زي ما انت فاكر انت طفل صغير وتقدر تشيل الحاجات دي خد من ايدي خد مش قادر امسك ايه انا عارف يا دي يا جدو مش قادر بجد بجد تيلة اوي اللي انت بتعمله فيها دا جدو ايوا حلو اوي يلا وضيها هناك عاش 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 بس يا جدو فين فين ايوا الله ينور عليك سيبها اينا ايوا كده انا شايف اني كده تمام اوي ايوا الله ينور عليك يا بلال اعمل كده واستمر لحد بكرة ايه دا استمر لحد بكرة ازاي دلوقتي بقى اللي انا دلوقتي اتفرج على التلفزيون محتاج اشوف وتابع الاخبار الجديدة ايه دا ايه الخبر دا ايه دا غريب اوي الموضوع دا يعني انا ما اعتقد ان الموضوع دا مش حقيقي الا لما هما يجيبوا ادل على التلفزيون يا جماعة انا ما اعرفش فيه ايه ليه صوتي فجأة كده كبر ومع اني ما اخدتش غير اربع حبات بس ازاي يعني هو الايلاك دا فيه ايه يا مهرب يد انا حقيقي خايف اوي يا بابا يا بابا هو انتو بتعمله ايه في ابويا في غرفة عمل ايات واحد يا جماعة انا ما اعملتش اي حاجة ابني بس هو اللي خد العلاج ما تخافوش مني هتعملول اعمل ايه ليه ابني هو اللي خد كل الحبيات انا غلبان ما اعملتش اي حاجة حرفيا ولكن انا ما اعرفش ان العلاج دا حي بيعمل كده يا ريتها جاد جاد فيه ومجادش في ابني اتوقع كده ان احنا خلصنا طلبية النهاردة اتمنى ان انت تديلي اجري عشان محتاجة مش دلوقتي ايه دا يا طلبية اللي خلصت انت تلحك علي واضح كده انك لسه ما عملتش اي حاجة سداني يا دكتور انا عملت كل اللي انت عايزه ونشرت الدواء دا في كل محطة من محطات المدينة بتاعتنا بعد اذنك انا عايز اجري انا هديك اجرك ولكن لما تأكد ان الاغبار ابتدت تسيب الموضوع دا لان حرفان الموضوع دلوقتي بقى ترند وبقى شائع جدا في المدينة كلها انا مش حابب ان للناس كلها تتكلم عن الموضوع دا ابدا انا عايزه يبقى في السر انت اكد عملت حاجة غلط سداني يا دكتور انا ما عملتش حاجة غلط يوعدكم بتتلككلي عشان ما اخدش يعني الاجر بتاعي هو الله العظيم انا تعبت انا قلتلك تعمل الموضوع دا في الخفة وما حدش يشوفك ولكن واضح كده ان انا حطيت ثقتي في طفل عبيد زيك بعد اذنك يا دكتور ما تقولش علي يا طفل عبيد لان انا تعبت حقيقي او بل ما اعمل لك كل الموضوع دا وخليه ينتشر بالطريقة دي انت اللي قلت بالسانك ان انت عايزه ينتشر انا عايزه ينتشر بين الناس ولكن مش ينتشر بين الاعلام وبعضه القنوات كلها عدا دلوقتي بتتكلم على الموضوع دا شوف يا دكتور انا خلاص مش هشتغل معاك مرة تانية ولو انت مدتنيش اجري انا هنزل دلوقتي وهقول للشرطة كنت عارف ان انت عميل انا يا ربيد انا لازم اجري دلوقتي بسرعة بسرعة اثبت مكانك مستحيل يا دكتور ازاي يعني تعمل معاك كده هو دا يعقل اه وانت فاكر ان انت هتهرب كده بسهولة مستحيل اليه عايز يبلغ عني ينهر ابيض بسرعة بسرعة انا لازم اخده واحطه في اي حتة ماينفعش يبقى مرمي كده كويس جدا يلا يلا بسرعة يلا بسرعة محتاج اللي انا خبيه ولكن حقيقة مش عارفة خبيه فين ايوه ممكن وراء السرير هنا ايوه وعد هنا حلو وقوي اه يا جده تعبت يا جده لحان ايه مش قادر والله ايه دا يا بلال غريبة اوي يعني انك تعبت من شوية سنديق واحد اتنين ثلاثة ايه يا عمده قليلين اوي انا محتاج انام انا مش قادر هو السرح مش عايز يطلع عليه هيطلع يا بلال يا حبيبة هيطلع بس لما تخلص شغل طيب يعني وفي الاخر انا اخد ايه بعد الشغل اه والله مش هاخد اي حاجة يعني انت عايز تاخد من جدك والله يا بلال انت بحقيقي بجده مش هارف اعملك ايه ولكن برحتك بقى اللي انت عايزه يا بلال اللي انت عايزه اه انا بجد بجد تعبت اوي وزهقت انا معرفش بصراحة عامل ايه اراضي جده وانا اصلا في الاخر مش هاخد حاجة ولا في الاخر يعني انا هعمل ايه انا بصراحة محتاج راحة جده بعد اذنك انا عايز اتكلمك في حاجة قول يا بلال ما اني زعلان منك اوي مش يا جده انا مش هتاخر ما تقلقش بسرعة بسرعة هاي انا كنت محتاج الوقت ده ان انا رفافيه عن نفسي بقى وازايكم يا ببطال عامليني وحشيني جدا 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 قبل ما نكمل قصة فيلم النهاردة ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيلم ده وكمان سبسكرايب للقناة بجدر جدر المتحمس ولكن يا ببطال انا شايف ان انتم يعني مش عارف والله هل عجبكم الافلام ولا مش عاجبكم الافلام الافلام حرفان بنتعب عليها وبنعمل قصة اسطورية وبنعمل حاجات جدا 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 جمدة وحنا يا طرق ننزل كل يومين فانا بصراحة يعني الفترة الجاية عايزين نعمل شغل كده جامد جامد وحنا حرفان قربنا جدا على اللي احنا نوصل اتنين مليون مشترك واحمد اكس من لوكو باي وهلا والله واحمد اكس جدا واجهة ايه ده ده مش بس انا ما عافش الله اعلم هو بيعمل ايه ولكن هو واضح كده متحمس وبردك لازم تكتبونا تحت في الكمنتات افكار افلام نعملها عايز اقول لك ان احنا حرفيا بنجمع دلوقتي افكار كتير قوي عشان نصورها ورا بعدها مين الاتكلم ده ايه ايه يا جماعة بعد ازنكم اللحظة وجاي ماشي ايه ايه احمد هو فيه ايه فيه نعم نعم يا احمد ايه بس 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 جيب لك حاجة بس وقت ولا الحد ده ماشي بس وقت ولا الحد ده وادزق انت مجنون يا احمد يا احمد الناس كلها دلوقتي بتدور عليه يا احمد كنت شاخت يا الله هو عجناني انت بتصدق معي شافت لا 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 شافت ايه والله ما اخدو لا يا عم بيقولك بيحاول الناس عواجيز لا لا يا عم لا انا مش عايزة بعجوز يا عم خليني سينيك كده لا والله لا 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 ابد يا احمد امدح تتعددي السلاح وربنا ما ااخد حاجة يجد عن الحاولي احمد ايكس اعيز اخدو ولا لا 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 حطوا لايك بسرعة ابطال وتوقعوا انت ايه اللي هيحصل اكسين انا امسي ايه انت برضو اصير ايه انا ااسف خلاص انا ااسف يا عم انا افتكرت انا كنت رأي حاني الفيلم ابطال ما ننسوش تدو اول اخواتنا في فلسطين او يا ابطال احنا كل مرة حرفان وكل فيلم مش بننسى حاجة زي كده عشان الناس اللي عادة كل شوية تقول لنا اه اي 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 عمل ايه انا مش بقول كده عشان تحت تهديد السلاح انا شي انا بقول عادي امانش ماشو ماشو حبيب امانستان يلا بينا دلوقات احنا نكمل الفيلم و يا ترى احداث و هتكون عاملة ازاي انا حقيب دا دا متحمس الموضوع ما يبشرش ابدا بالخير في مشاكل كتير او دلوقتي بسبب العلاج اللي الناس كتير او بتتكلم عليه عالسوشيال ميديا حقيقي الموضوع جدا جدا مخيف اتمنى دا يكون اخر علاج احنا مش كل شوية نصدر العلاجات الجدا جدا غريبة هي الموضوع ده زاد قوي عن حده خيرا مش يتبقى من عند جده مجد الواحد كان محتاج قوي ايه ده هو فيه هو ايه اللي انا شايفه ده الشرطة عند المستشفى ليه هو ايه اللي بيحصل ده يعني انا حقيقي مش عارف اي حاجة ولكن انا ممكن امش كده وابص من بعيد ايوة هو ايه اللي بيحصل لينك ده حقيقينا مش فاهم اي حاجة انا افضل واقفين اواتفرج عن اللي بيحصل الانية كلها هنا ضلمة الاس اللي هنا مم واضح كده ان الصيدلية اللي موجودة هنا فيها ادوية كتير محتاجة شوف حاجات كتير اوي هنا كويس وفاتش هنا في الادراج مفيش هنا حتى دراج موضوع غريب اوي ايوة كويس جدا ايه ده مين الطفل اللي هناك ده اكيد ليه دعوة بحاجة يا طفل انت تعالى تعالى شوفتك ايه ده هو فيه انا ما عملتش حاجة حدد الزبط ولا ما عملت حاجة وقف عندك بقولك حاضر انا وقفت عندي اوي انا ما عرفش حددك عايز من ايه وفاتي هتكشف علي اوي كده ليه عيني بعد اذنك انا مش مجرم اه مش مجرم بقولك ايه ايه اللي موقفك هنا في الوقت ده بالاخص انا وقفت هنا عشان لقيتك يعني بتعمل يعني حاجات وكده فانا قلت اشوف ايه المشكلة دي بس والله يعني انت مش تابعهم طبع مين هو الله العظيم يا حضرت الزبط انا مش تابع حد خالص صدقني اه هعرف كل حاجة ولازم تيجي معايا عشان اعرف كل حاجة والله ما عملتش اي حاجة اصلا انت قلتلي اللي انت ما تعرفش اي حاجة عن المواضيع دي صح كده ايوة يا حضرت الزبط صح جدا طب ايه اللي خلاك توقف وتستنى وبترائبني ها انا والله العظيمة كنتش برائب انا كنت بابوس من بعيد يعني تخيل لو انا برائب ما انا المفروض يكون في حد معايا واجري مثلا معايا لكن حقيقي صدقني انا ما عارفش اي حاجة عن الحاجات دي يعني انت ما سمعتش عن العلاج اللي بيخلي اي حد يتحول لراجل عجوز راجل عجوز ازاي يعني يعني لو خدت انا هتحاول لراجل عجوز هو انت بتضحك واضح كده انك حقيقي مش عارف اي حاجة الموضوع ده بجد ومنتشر اوه في السوشيال ميديا من الواضح انك مش بتوضي على النت صح لا انا مش عندي موبايل اصلا ولا بعض عن النت ولكن بابا وماما سافروا والمفروض ان انا قاعد دلوقتي مع جدي عشان يعني المزرعة بتاعته والمفروض ان انا كل شوية بس الزرعة وحاجات كده وانا يعني بصراحة كنت ماشي مخنوق فليتك يا حدد الزبط قابل بتحقف حاجاته كده فقلتها فوت فرير عليك هي دي بس الكسة ايه ده ايه كل الكلام اللي انت قلتو ده انا مش مهتم خالص باي كلمة انت قلتها ما قولك ايه انت ممكن تشتغل معانا والله يا حدد الزبط ما عارفش اي حاجة بجده انا ما عارفش اي حاجة ما تخافش انت هتشتغل معانا ولو عرفتك جيب لنا اي معلومة كده وكده هيكون لك مكافئات مكافئات ايه ده الموضوع جدا جدا غريب ولكن جده هيعرف جده مين جده ده يا ابني ما تقلقش ميش هنعرفه حاجة طيب شكرا جدا لك ولكن هابدا من امتى من النهار ده وبعدين يعني انا بصراحة ابتديت اخاف الموضوع ما يبشرش ابدا بالخير انا اللي عايزك تعمله اللي انت دلوقتي تدخل على الناس اللي جوه هتلاقي دكتور او اتنين انا ما اعتقد هتدخل تكلمه معادي جدا وايه واحد خاف ولا تلقلق في الكلام ما تخافش انا مش هنعرف في الكلام يا ربي بس انا خايف جد ويه اللي انت لابسه ده ايه انا لقيتها عندك في المكتب وقلت لبسها مش انا مفروض معاكو اوه ابتدينا يا غباء لا لو كده روح عند جدك انا اسف والله ما قصدش ولكن لو عايزني اشيلها عادي ايوه اشيلها عشان ما ينفعش اي حد يشوك فيك انا شلتها هو وكله تمام يلا بينا يا دكتور بقى اقولك ايه انا محتاج دوات بسرعة جدا دوة دوة ايه يا حبيبي او في تفل في سنك بياخد ادوية انت بشاء الله صحتك حلوة بين عليك يعني ورايها شغل كتير قوي ممكن تيجي بكرة يا دكتور بقولك بموت مش عارف ليه الواحد خايف قوي عربية الشرطة بورة هي دايما كل شوية بتعمل كده ولكن مش عارف ماشي يا حبيبي تعالى تعالى عالجك تعالى يا دكتور انا كويس ولا ايه طم مني علي ما تقلقش انت كويس حاجة غريبة يعني يعني انت جاي وعارف انك كويس لا لا والله يا دكتور انا مش عارف اي حاجة خالص ولكن انا حسيت بدوخة شوية اه عمتا انت تمام يا حبيبي انت تمام ما تقلقش اثبت مكانك واخيرا قدرنا نمسكك ومن عن طريق ايه عن طريق تفل صغير ابلع يا دكتور ويا دفل فخ يا ابن انت اهدى ايه ده ينهارا بياض هيخلي الدكتور يهرب مننا اه يمسكه بسرعة حاول تعمل اي حاجة اعملها ازاي اعملها ازاي هو انت رفع ايدك ليه يا ابن اهدى اهدى يا حبيبي بتعمل ايه ايوه كده راج cardio تكلموا قويس قويس قótعهم يتكلموا مثبا مع بعضيهم يلا انا اكثر لذاز بسرعة اه هرابيض اه اه احسن من يمسكوني بسرعة بسرعة عايزxic بسرعة واطلع استخبب بسرعة في المكان السري بتاعي بسرعة بسرعة فان المكان السري فان المكان السري اه اه واحدة 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 انا بسرعة روح هنا بسرعة قبل ما يجيبوني. يلا بسرعة. يلا يا ربيد. ايه اللي بيحصل ده. ده ازاي نط من هنا. ما هو كله بسببك. يلا بسرعة. اجري اجري معايا. يلا يلا. احنا لازم نجيبه. يلا يا حالة الزابط. بسرعة بسرعة. يلا هلف من الناحية التانية. كويس كويس. وانا بدور عليه هنا. ناس صبح يطلع يا دكتور. جده. مش وقته جدا خالص. انا لقيته هو. لقيته. ولا المفروض اروح اشوف جده فين. هزبت مكانك. وانتو فاكرين كده. اللي انتو قبطوا علي وانجيحتو يعني. انسوا. الموضوع صعب جدا انو كتمسكوني. ولكن انا هستخبط دلوقتي حالا في المدرسة. يلا يا ربيد. بسرعة بسرعة. هو فين. هو فين. انا هدخله جوه بسرعة. يدخله جوه ايه. وبين ما انت تروح. انا هكوني واحدة الجده. يلا يا ربيد الجده هيموتني. ايوة. يا طار انت فين. كويس. اوي. واضح كده. ان انت استخبيت. وبين علينا نلعب لعبة الاستغماية. ولكن لعبة الاستغماية مع الشرطة بتكون جدا جدا صعبة. انت مش قدها صدقني. ايوة. على ما اعتقد ان هو ده اخر مكان. انت المفروض اتكون موجود فيه. اطلع. اطلع. احنا مش عايزين مشاكل. انت لو طلعت دلوقتي. هحبسك سنين قليلة. انت فهمني اكيد. لان انت عارف ان الجريمة بتاعتك جريمة قوية وبشعة. اوه. انا حقيقا مش قادر. مش مستحمل بجد. هيسيبوني امتى. واضح كده ان هم مش نوييني يسيبوني خالص. ولكن. انا المفروض اعمل ايه. انا افضل مستخبي هنا. هي دي الطريقة اللي حقيقا لازم عملها. حقيقا لواحد خايف قوي. المفروض اعمل ايه. انا خايل بجد. انا طلع لك. ما تقلقش. دلوقتي حالا جيه الوقت اللي انا هوريك اللي هيحصل فيك. اثبت مكانك. انت محاصر دلوقتي. يا جدو. يا جدو. ايه ده. انا كنت جايه اقولك انا اسف ان انا تأخرت. ولكن حقيقي. هو ايه ده. ازاك يا بلال. عامل ايه. وفي حاجة غريبة ولا ايه. غريبة. هو انت يا جدو اخر علاج اخدته كان اسمه ايه. انا مش فاكر حقيقي يا بلال. زاكرتي رحت عليها. لحظة يا جدو. هو انت مش فاكر اصلا انت اخدت اخر علاج ايه. طيب يعني انت مبسيتش في المراية ولا سامع صوتك. صوتي. انا حاسس فيان ان صوتي في حاجة متغيرة. ولكن تقريبا عشان انا شربت ينسون. ينسون ايه بس يا جدو. في حاجة غلط على فكرة. ده العلاج ده اللي منتشر عن النت. مبسدقش حاجات من عن نت يا بلال. يلا بس عشان تكمل الشغل. كمل شغل ايه. شغل ايه بس. جدو. افتح الموبايل دلوقتي. وبص في الكاميرا. واشوف وقت اتفاجئ. انا مش فاهم بصراحة ايه ده. عمتن. انا افتح اهو. ايه ده. يا نهار ابيض. هو ايه اللي حصل في وشي ده. وسوتي ليه عامل كده. هو انا اتحاولت لايه. انا مش فاهم بقى يا حاجة. هي فين المراية. الحمام فين. ايوة. يا نهار ابيض على شكل ايه. مستحيل. ايه اللي حصل ده. ده انا انا حتى سوتي. طب ثانية. هي دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. اكيد طبعا حاجة حلوة. عشان انا سوتي ما بقاش تخين قوي. وبنفس الوقت اتحاولت الشباب. انا هطلع فرح بلال. يا نهار ابيض. وهو جدو اعمل وفيه كده ليه. يا نهار ابيض. انا لازم دلوقت اروح للشرطة. واكلم الشرطة. وقلهم. هو اللي بيحصل ده. انا عايز علاج. ما ينفعش جدو يبقى كده. ما ينفعش. يا بلال. يا بلال ايه ده. هو بلال راح فين. هو ماله. هو تخضي مني ولا ايه. دي حاجة حلوة لما الواحد يتحول من عجوز ليه بقى سن صغير. ها. والله حاجة حلوة. واضح كده ان انت زودتها قوي. وباين عليك نشرت العلاج ده في اكتر من مكان. يا ريت تقول لي اسمعهم. عشان حقيقي احنا مش عارفين نعديهم خالص. قول. اعترف دلوقتي حالا. مهما عملتو. مش هقول لكو اي حاجة. ومش هعترف بقى اي حاجة براحتكو. ها ها ها. وانتو فاكرين ان انتو هتقدروا تسيطروا على العلاج ده. هي نعم ده اخر علاج في العالم. ولكن اخر علاج في العالم لازم تعانوا كلكم منه. ويقعد يبدل اعماركو. وما تقلقوش. العلاج ده مش اخر علاج. هيكون في المدينة والعالم. معدي ازنك عايز ادخل. هينا يا ربيض. ايه اللي انت عملتو ده يا دكتور يا شرير. حرام. انا جده اتحاول دلوقتي لشباب. بسبب العلاج بتاعك. يا حدو تزاو بتتعامل معاه. او تسيبنا موته. على فكرة. الحاجة الغريبة اللي انتو مش عارفينها. ان دي حاجة كويسة. وقتلاوي ان في ناس كتير قوي. حبت اصلا الموضوع ده. ناس كلها عايزة ترجعتو بقى شباب. ها. ولكن ذا ربنا يكون مع الشباب لانهم بقوا عواجيز. سلامك ده بيبين اللي انت اللي ورا كل الحاجات دي. شكرا جدا ليك يا بلال. لان انت حرفيا ساعدتنا في اللي احنا نلاقي المجرم ده. غير كده ان انت بردك ساعدتنا مرة تانية. وبتاكد لنا ان هو ده المجرم والدكتور اللي صنع اخر علاق في العالم. يلا. مكانك السجن. انا حقيقي مش مصدق. هو جده هيفضل معاه كده على طول ولا ايه. بجد بجد. انا خايف او على جده. ولكن جده مبسوط. مبسوط ازاي يعني وهو شباب. ايه نعم دي حاجة كويسة وحلوة. ولكن الاعلاج ده اكيدة وليها صار جانبية. هو حاجة جدا جدا وحشة. لان الدكتور اللي اخترعه. دكتور شغير. ومش بيحب الخير لاي حد. وبيكره الشباب. وعشان كده اخترعه. انا حقيقي مش عارف ايه ده. موضوع جدا جدا غريب. وفس كده اعتبر الفيلم النهارده خلص اتمنى يكون الفيلم المتواضع ده عجبكو. منسوش بقى اللي انتو تحطوا لايك للفيلم ده. وكمان تشتركوا حالا في القناة. ومستنى بقى رأيكم تحت كلكم في الفيلم. ومحتاج منكم اللي انتو تكتبولي افكار افلام وبلوكس الفترة الجاية نعملها. عشان الفترة الجاية محتاجين افكار كتير قوي. ومتحمس جدا بصراحة الفترة اللي جاية. ويعتبر ايدها. لا احمد اكس لا. لا احمد اكس. لا لالات. عايزه عايزه علاج مين? علاج مين يا احمد اكس. هيه انه يا ربيض عايزه يديني العلاج. يا ابو 것이 انا في طرق ابو يد الا صغير يا ام مش عايزا فعل يجوز خليني كده انا عايز اف聲ع gemeins افكاد احسن. يا انا دعوا حسن لايك واشتركوا حالا في القناة. عدوا بالله مش ااخد العلاج ده امدا. الفيديو خلص. حط لايك اعمل اشتراك. ايوا جدع. الفيديو وخلص. حطي لايك. اعمل اشتراك. ما تنساش بقى اتفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوا بقى. اوه. ديلو. اوه. يا لأ. ولا.